اشتركوا في القناة انت من يحددها ويحدد الرقم الذي سوف يرسله اليه ثم هناك بعض الاشياء الاخرى كمثلا حضر بطاقة SIM بإدخال كودفين ثلاث مرات خاطئة وطلب الكودفك ثم بعض الاشياء الاخرى التي سوف نتعرف عليها في هذا الفيديو من خلال تطبيق على الاندرويد سوف تشيدونا رابط تحميله اسفل هذا الفيديو اذا هذا هو التطبيق من مطور عربي بعد تحميل التطبيق سوف ندخل اليه اذا هنا يعطينا بعض الاشياء الخاصة بالتطبيق والمعلومات نضغط على Close من هنا تقوم بتفعيل التطبيق في الاسفل يقول لك اذا اردت ان تقوم بازالة هذا التطبيق من هاتفك يجب ان تقوم بتعطيله هنا تفاعله تضع password يطلب منك password للدخول الى التطبيق سوف اضع مثلا زيموها كذا ثم 1-2-3 مثلا زيمو 1-2-3 سوف اضغط على اوكي ثم اضغط على اكتيفيت الآن تطبيق مشغل هي اغلاء تشغلك بان تضغط هنا حتى تصير هذه العلامة رمضية ثم لدينا هنا settings يمكننا التحكم في اللغة على سبيل المثال ساجعلها اللغة العربية تكتب هنا دائما يطلب منك الباسورد الآن سوف اكتب الباسورد بعد كتاب الباسورد نضغط هنا فما تشاهدوا معي فقط دخلنا اذا الان دخلنا الى التطبيق لدينا هنا الاعدادات المشغلات اي من خلال هذه المهام سوف تقوم اما بمحو بيانة الهاتف او مسح ارقام بطاقة السيم اذا ضع منك كما دكت في الاول هنا لدينا الاعدادات الخاصة بالمشغلات ثم هنا تختار بطاقة السيم المملكة على جهازك تضغط على اضافة شريحة السيم الحالية وسيتم اضافتها انا قمت باضافة مسبقا بطاقة السيم خاصتي ثم هنا يمكنك تفعيل احد هذه الخيارات او كل الخيارات او تفاعل ما شئت وتترك بعض الخيارات الاخرى غير مفاعلة يعني كما شئت مثلا هنا تلقي اس ام اس يعني بمجرد تلقي اس ام اس سوف يتم اما محو البيانات او مسح ارقام بطاقة السيم او كلاهما يعني انت من سوف تحديد ذلك ولدينا هنا يعني ايقونة خاصة بالاعدادات ثم هنا لدينا الرسالة يعطيك اسم التطبيق ثم بين قوسين لديك هنا الباسورد يمكنك تغيير الرسالة كما شئت انت اي رسالة سوف تضعها هنا بمجرد ارسالها سوف يتم اما محو البيانات ومسح ارقام بطاقة السيم ثم لدينا هنا في الاسفل المسموح لهم او المرسلون المسموح لهم يعني الهواتف او الارقام التي سوف ترسل هذه الرسالة لديك هنا الكل انتعني جميع رسائل لكن من الافضل للحماية اكثر تختار قائمة ثم تضيف ارقام الهواتف التي تريدها بالضغط هنا على الزائد تختار هنا البلد ثم تقوم باضافة الرقم وتضغط على موافق لدينا هنا خيار اخر خاص بالنسخة المدفوعة اذا ندى لدينا الخيار الثاني ازالة بطاقة السيم يعني انه اذا تم ضياء هاتفك او سرقته ثم قام السرق بازالة بطاقة السيم فسوف يتم كما ذكرت محو بيان 3 او مسح ارقام بطاقة السيم ثم لدينا بطاقة السيم محضورة كما ذكرت قبل قليل يعني ان تم ادخال البرين 3 مرات وتم حضر البطاقة ثم لدينا الخيار الاخير استبدال بطاقة السيم ولدينا هنا كذلك ايقونة الاعدادات لدينا ارسال رقم بطاقة جديدة لكن هنا هذا الخيار خاص بالنسخة المدفوعة يعني اذا تم وضع بطاقة السيم اخرى فسوف يتم ارسال رقم بطاقة التي سوف تضع على الهاتف الى الرقم الذي سوف تحدده اذا ثم لدينا هنا الاجراءات الاجراءات التي سوف يقوم بهاتفك هو مجرد مثلا تلقي SMS او ازالة بطاقة سيم او بطاقة سيم محضورة او استبدال بطاقة سيم إما لدينا محو بيانات الهاتف تفعلها من هنا لدينا هنا ايقونة الاعدادات مسح بطاقة السيم ثم لدينا الخيار تاني وهو مسح ارقام بطاقة السيم وبهذه الطريقة مثلا فعلت الان كل خيارات يعني اذا تم تلقي SMS او ازالة بطاقة سيم او تم حضرة بطاقة سيم او استبدالها فسيتم محو بيانات الهاتف مسح ارقام بطاقة سيم طبعا عندما محو بيانات الهاتف سوف يتم مسح ارقام السيم او ارقام بطاقة سيم ثم هنا لدينا تجربة بعض الخيارات الأخرى وهنا تفعل التطبيق من الافضل دائما ان تتركه مفاعلا حتى انضعها هاتفك وهذه هي الوظيفة الاساسية للتطبيق كما ذكرت فإن هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الفيديو ان افدك واعجبك فلا تنسى ان نزل ثم ان نقر على الزر لايك كما لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع اصدقائك حتى تعوم الفائدة ولا تنسى دائما الاشتراك بقناتي على اليوتيوب سوف تجد زر احمر اسفل هذا الفيديو مكتوب عليه الاشتراك او سابسكرايب اضغط عليه بعد ذلك سوف يظهر لك جرس التنبيهات كذلك فاعله حتى تتوصل بجديد الفيديوهات التي انشرها يوميا على قناتي ولا تنسى كذلك الالتحاق بعض صفاحة اجتماع فيسبوك وغم بلس وكذلك زيارة موقعي وكل الروابط سوف تجدونه اسفل هذا الفيديو بالدسكريبشن كنت معكم انا ايهاب من قناة مدونة زيمولي تقنية دمتم في امان الله شكرا